أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائنا المشاهدين والمتابعين معانا على القناة وكمان أهلا بكم أعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفوا لقاءتنا الأول مرة ومنقول الجميع أسعد الله دائما منامكم إن شاء الله سبحانه وتعالى النهاردة هتكلم معاكم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤية في المنام وهيكون معانا النهاردة في لقاءنا مع بعض رؤية السوق أو الأسواق وهي أن أي حد يشوف رؤية في المنام إن هو كان في السوق وهنقول بقى أن أهم حاجة في الرؤية دي أن الرأي يشوف أنه بيشتري مش بيبيع في الأسواق وكمان ممكن نقول أن الرأي ممكن يشوف أنه بيبدل سلعة بسلعة بس تكون السلعة اللي هيخدها أحسن من السلعة اللي هيتركها أو يبدلها يعني نادر نقول مثلا ان الرأي كان رجل وكان في الواقع بيعمل حاجة غلط او بعيد شوية عن ربنا سبحانه وتعالى وبيرتكب المعاصي وشاف بقى رؤية في المنام ان هو عنده دهب وشاف في الرؤية ان هو بيبدل الدهب ده في الاسواق بالفضة يعني ترك الدهب واخد بداله فضة وهو في السوق فالرؤية هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة للرأي على انه في القريب هيترك المعاصي والمحرمات ويتوب الى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم وبرضه قبل اي تفسير احب اقول ان الرأي لازم يشوف ان هو بيشتري السلع مش رخيصة عن تمنها الحقيقي في الواقع او ان هو يشوف ان الاسواق غير نظيفة في المنام ونبدأ مع بعض كده نشوف اول رؤية في المنام وهي ان اي حد شاف رؤية في المنام انه في السوق وكان بيتجول بيتفرج على السلع بجميع اشكالها وانواعها وكان السوق نضيف فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على انه في القريب هيحقق مصالح ومنافع كتير كان هو بقى بيتمنها فعلا في الواقع وان الفترة المقبلة هتأتيه كمان نعم كتير ونبدأ بقى ونشوف مع بعض الفتاة العزباء ورؤيتها ان هي في سوق الدهب وان هي بتشتري دهب فالرؤية هنا هيكون دلالة ليها على امور كتير منها اقتراب معات زواجها ان كانت هي في الرؤية بتشتري خاتم دهب اما بقى ان كانت الفتاة العزباء في الواقع لسه طالبة او بتعمل يعني في وظيفة وشافت ان هي بتشتري سلسلة دهب او عقد دهب وبتلبسه بعد ما اشتريته فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها على تفوقها في دراستها او تفوقها في عملها وطالما بقى اتكلمت عن الفتاة العزباء وان هي في سوق الدهب هدخل بالمرة على الشاب الاعزب اللي مقدم على الزواج من فتاة في الواقع وصلى بقى صلاة استخارة على الزواج منها وشاف رؤية في المنام انه في الاسواق وشاف ان هناك فتاة امامه بتشتري دهب ولما اشتريته اخفته داخل شنطتها او حتى جيبها فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها لانه يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويتزوج من الفتاة اللي هو في الواقع صلى صلاة استخارة للزواج منها لانها في الواقع هي فتاة مصون وتتمتع بالعفة والشرف وان هي هتحافظ عليه كمان بعد الزواج والله سبحانه وتعالى قدره اعلم واسعد الله دائما منامكم طيب هنتكلم بقى المرة دي عن المرأة المتزوجة اللي لسه في الواقع ليس لديها ابناء وبتتمنى من الله سبحانه وتعالى الحمل والرزق بالابناء وشافت رؤية في المنام ان هي في الاسواق بتاعة الملابس وان هي معاها ملابس ليها والزوجها كانت الملابس دي قديمة وحالتها سيئة وشافت ان هي بتبدلها داخل السوق بملابس اطفال جديدة وجميلة وكمان كان لونها ابيض فالروق يا هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة لها وكمان هتكون بشرة لها لانها في القريب هتحمل وتنجب وترزق بالابناء طيب وكمان هنقول بقى ان المرأة المتزوجة لمعمول لها سحر في الواقع بوقف الحال باي حاجة سواء بقى في الانجاب او الرزق او الحياة السعيدة حتى مع زوجها وكانت حياتها في الواقع مليانة بقى بالمشاكل بسبب هذا السحر وفي الواقع السحر ده كان مبوز او كان ازيها في حياتها الواقعية وشافت بقى رؤية في المنام ان هي في الاسواق وان هي معاها الموبايل بتاعها وكان الموبايل ده عطلان وان هي بتغيره في السوق وفعلا غيرته اخدت بداله موبايل جديد وافضل من اللي كان معاها فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على انها ان شاء الله سبحانه وتعالى في القريب هيزول عنها السحر ده وكمان زوال اضراره وان شاء الله تعود حياتها افضل بكتير عن الاول والله سبحانه وتعالى اضرأ واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب هنقول بان الرجل اللي في الواقع بيدور على شغل او وظيفة ومشلائي وشاف رؤية في المنام انه في الاسواق وان هو بيشتري تلاجة جديدة وكبيرة ولما اشتراها وفتحها لقاها كمان مليانة بالطعام فالرؤية هنا هتكون دلالة لي على انه ان شاء الله سبحانه وتعالى في القريب هيلاقي عمل او وظيفة جيدة ومركزها كمان هيكون كويس وانه كمان هيتحصل منها على اموال او مرتب كويس جدا في الواقع طيب وكمان هنقول ان الرجل المتزوج في الواقع وشاف رؤية في المنام انه هو بيشتري خضار وكان طازة وكان الخضار ده من الخضروات اللي فعلا لونها اخضر في الواقع وفيها كمان بزور او فروع ورق مثلا زي البسلة مثلا ولونها اخضر وجواها بزور او الملخية او الجرجيل لونهم اخضر وليهم فروع ووراق فالرؤية هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة للرأي على انه هيكون ليه زرية من الابناء والاحفاد كبيرة جدا وكمان هتكون زرية صلحة طيب هنكلم بقى عن الانسان المريض في الواقع وهنقول ان الانسان المريض في الواقع وان شاف رؤية في المنام انه في الاسواق وكان في سوق الخضار وشاف ان هو كان في محل بيبيع الخضار وكان الخضار ده دابلان ومصفر وطرك المحل ده ودخل محل تاني واشترى من عنده اي نوع منه الخضروات وكانت طازة وخضرة وجميلة وحالتها جيدة فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه ان شاء الله سبحانه وتعالى على اقتراب معاد شفاءه وزوال المرض والله سبحانه وتعالى قدره اعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وهنبدأ نتكلم بقى عن رؤية سوق العطور سواء بقى كان للرجل او للمرأة وهنقول ان اي حد يشوف رؤية في المنام انه في سوق العطور وشاف ان هو بيشتري العطر المفضل ليه وشم ريحته قبل شراءه في الرؤية واعجب بيها واشترى العطر المفضل ده اللي هو مفضل ليه داخل الرؤية فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على انه في الواقع بينتظر خبر سعيد وان الخبر ده ان شاء الله سبحانه وتعالى اقترب تحقيقه ليه اما بقى ان اي حد شاف رؤية في المنام انه هو في سوق العطور انه هو بيشم اكتر من رائحة عطر وكلها عجبته فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على انه ان شاء الله سبحانه وتعالى ان مش بقى خبر واحد بس لسعيد اللي جاي ليه لا هنقول ده فيه اخبار كتيرة جدا وسعيدة جدا ليه في الطريق وان هي هتيجي ليه في الواقع هتفجأه وكمان هنقول بقى ان الفتاة العزباء وان شافت رؤية في المنام ان هي في السوق وكان السوق العطور وان البيع بيعرض عليها اكتر من نوع من عطر وهي اختارت نوع معين وكان افضل عطر كان عجبها داخل الرؤية وكان غالي التمن وفي زجاجة فخمة وقيمة فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها على ان فيها عرسان كتير في الواقع فترة مقبلة هيتقدموا ليها وهي هتختار واحد منهم بس وهو هيكون الافضل والمناسب ليها في الواقع وانه كمان هيكون من عائلة كبيرة وميصور الحال ورؤية كده بمجملها برضو دلالة للفتاة العزباء على قرب زواجها والله سبحانه وتعالى قدر واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب هنقول بقى انا اي حد يشوف رؤية في المنام ان هو في الاسواق عموما ايا كان ايه هو نوع السوق وشاف ان السوق بحالة جيدة وانه مليان بالناس فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي على انه انسان في الواقع بيعمل الخير كتير وانه رؤيته دي بتدل ليه على اعماله الصالحة في الواقع وان دل فيدل على العلو شأن الرائع عنده بصبه طيب هنقول كمان ان اي رجل وان شاف رؤية في المنام انه هو في سوق المواشي او البقر يعني وانه شاف انه اشترى بقر كتير وكله كان مليان واسمين وكبير ومن كترهم ما كانش عارف عدد البقر اللي اشتراها قد ايه فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي على انه كل عمره اللي جاي ان شاء الله سبحانه وتعالى هيعيش في نعم ورخاء وسعادة ورزق كتير كما قدر الله سبحانه وتعالى طيب وهنقول كمان ان اي حد شاف رؤية في المنام انه هو في سوق كبير وجميل وانضيف وكان كمان مرتب وكمان كل الناس اللي في السوق لابسين ابيض فالرؤية هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى دلالة للرأي على قرب اداء فريدة الحد في الواقع والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وكمان هنقول ان الانسان اللي في الواقع تاجر وان شاف رؤية في المنام انه هو في الاسواق وبيشتري بس كان يوم العطلة الاجازة يعني ولكن الاسواق كانت فتحة وشغالة فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي ان الفترة المجبلة هيربح من انتبارته كويس جدا جدا وكمان رواجها في الاسواق بعد ما كان عايش فترة بيخسر وفي ركود عنده في بضاعته طيب وهنقول كمان ان المرأة الحامل وان شافت رؤية في المنام ان هي وزوجها في السوق بيشتروا ملابس اطفال وان زوجها تركها في السوق وانشغل بالشراء ملابس الاطفال فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على ان المولود ان شاء الله سبحانه وتعالى هيكون انفة كما قدر الله سبحانه وتعالى اما بقى ان كان العكس وان المرأة الحامل هي شافت الرؤية في منام ان هي وزوجها في السوق برضو بيشتروا ملابس اطفال برضو بس هي بقى اللي تركت زوجها في السوق انشغلت عنه بشراء ملابس الاطفال فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على ان المولود ان شاء الله سبحانه وتعالى هيكون ذكر كما قدر الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قدروا أعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب ونشوف مع بعض كده بقى المرأة المطلقة ونقول ان المرأة المطلقة وان شافت رؤية في المنام ان هي قبلت طلقها في الأسواق وكان السوق جميل وانضيف وشافت في الرؤية انها هي وهو في نفس المحل اللي في السوق وبيشتروا نفس السلع مع بعض وقالوا البيع خلاص خليها واحدة بس وهناخدها احنا فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على انها ان شاء الله سبحانه وتعالى هترجع تاني لطريقها وتتزوج منه والله سبحانه وتعالى قدروا أعلم وأسعد الله دائما منامكم وتمام كده اشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته